واصل الفصائل الموالية لطهران تحت عنوان ما يسمى بالمقاومة مهاجمة القواعد العسكرية العراقية التي تستضيف قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية حيث أكد مراسل وانيوزا أن الفصائل شنت نحو عشر هجمات متتالية على قاعدة عين الأسد غربي الأنبارة خلال الأربع والعشرين ساعات الماضية لافتا إلى أن جميع الهجمات لن تصفر عن إصابات في صفوف القوات الأمريكية والقوات العراقية وأضاف أن الطيران الأمريكية قموا بتمشيط ناحية البغداد بحثا عن مطلقية المسيارات